23 و 24 صار العديد من التسليم وآخرهم توا أكبر عدد دي هو اللي هو في تونس الكبرى اللي انطلقنا منه هو العملية البكري هذي مشروع البكري وين تحديداً البكري في البكري بيدو حي البكري وين بحت جيو آه نعم في ترك بنزرت بحت سنتر دو فيزيت يظهروا معناه على الكيس الرئيسي على عدد ثمانية تار وفهمة ناس ما يعرفوش را فمناس تقولولي ذا عوين ما يعرفش آي صحيح هاي البكري جي على طريق بنزرت تشوفوا معناه على يسار صحيح نعم قداش فهمة من أحياء معناها قاعدة تحضر مثلا الجاهزة جاهزة هي مش قاعدة تحضر عنا العديد من الولايات اللي المساكن جاهزة والقائمات غير جاهزة ذاك هو اللي صار تأخير فيها معناه خطر القائمات يصيروا على بستوى الليجان جهوية دونك هذك اللي بخانسيبالما صار فيه تخيط أبار عنا زادا بشريعة اللي في طور الإنجاز ما زلت معاطلة شوية زادا كيف كيف مش به أما بالنسبة للحاضرين توا معناه فما ولاية تونس دجا حاضرة نابل حاضرة القيروان هذو ما إن شاء الله تم تسليمهم زادا القيروان قتلي ونابل نابل وولاية تونس وولاية تونس معناها في الجنوب مثلا ولا في أقصى الشمال فما مشاريع قيد الدرس مثلا فما المشاريع السهلية تم تسليمها في الجنوب فما صار في سيدي بوزيد في القسرين في قفصة هذي الكل صار تسليم ما بين 23 و24 دوك في المولاية المنستير العديد من المشاريع احنا عاد بخسك 1120 تسلموا ما بين 23 و2024 1200 مسكن ما بين السنتين هذو ما معناه 23 و24 على كامل أنحاء الجمهورية معناه الولاية مختلفة نعم في ولاية مختلفة والفكرة على هذه المساكن يعني هي تبقى مساكن صغيرة بقروض ولكفاش يعني هي نعم لعقود كراء مملك للمنتفعين يصير ساعة تصنيفهم حسب خطر عنا احنا بالنسبة للترشوحات يتم طلب ترشوحات وعنا شروط اقصائية اللي هما زود شروط يكون الدخل اقل من ثلاثة مرات دخل العائلة اقل من ثلاثة مرات الاسميك لأجر الأدنى المهني المضمون أقل من ثلاثة مرات للعائلة وما يمتلك معناها أي فرض من العائلة في أي مكان آخر عقار معدل السكنة دونك هذي هما زود شروط الاقصائية وذلك عليش هي معناها الاقصاء التقسي في هالشروط تيخوا وقت وعلى كامل أنحاء الجمهورية دونك يجب التثبت بالقد فما عبيد يصرحوا فما لي ما يصرحش فما لي يسجل في البلدية وما يكملش البروسيدور دونك معناها هذي الكل يقعد ديمة حتى ساعات وقت التشجيل متاع العقد معناها نفيقوا بحالات يقف التشجيل يلغى معناها نوقفوا ونثبتوا منه وبعد يرجعوا معناها الليجان جهوية ترجع تثبت فيهم يعني تلقى بعض الحالات اللي هما لبسها ليهم إلى حد ما يعني ولكن يعني يحبوا ويطلبوا أشياء اللي هي من حق أخرين اللي هما محتاجين وفقراء وكذا كيفش يقع ضبط القائمة مع السلطة المحلية بالتأكيد اللجنة الجهوية وعلى رأسهم السيد الولي وليجاه في كل جهة لجنة جهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي هي اللي معناها تثبت في القائمة وفي طلب الترشحات عندنا كما قلنا من الأول لزو شروط القصائية ومبعد يدخلوا في سكورينج عند كذا كان أبناء متمدرسين الأصول في الكفالة السن دونك هذو ما الكل يعطي لترتيب تفاضلي ولي عنده معناها يكون أفراد ذوي إعاقة ولا حاجة هذك يصنف أكثر في الأولوية دونك هذك كيفش يصير الترتيب التفاضلي بمعناها يبدأ واضح حتى إذا كان صار رفض باش يقول لك معناها عليش الرفض يتحط في المحضر عليش الرفض باش أي واحد معناها يرجع يلقعوا ليجوستي في الكل موضوع باش يصلح أموره ويصلح الملف كل شيء يبدأ واضح حاجة باهية هذه لأنه تلقى إدارات أخرى أو في مشاريع أخرى يرفض لك الطلب متاعك دون معناها تبيان الخلالوين نا احنا هذين أكدوا عليه هذا حاجة باهية وفي الليجان الكل يحطوا سبب الرفض نعم إن شاء الله سيدة سندس ما تدخلش يعني تليفونات من فوق ومذارات ومجاملات إن شاء الله تكون العملية يعني بكل الشفافية المطلوبة حسما نشوف وتوا احنا نحضروا مع الليجان الجهوية ومعنا في كل المناطق ما فماش معناه ما يخدموا بكل جدية وتثبت كما قلت لك حتى كان تصير أي نسمع يسمعوا سمعان برك معناها يوقف ويثبت في المواطنة ذاك قبل قد نعم لو قد حصلت وقت تسليم وليت المدنين في جوان 2023 وعشرين أثناشن واحد وقت تسجيل العقود معناه صارحة بهم بربي سيدة سند تزيد أكد على بعض الشروط يعني مثلا الأرامل عندهم الأولوية مثلا لا 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 ما فمش أولوية هذيك بالترتيب التفاضلي اللي يعطيه الترتيب التفاضلي مش خطر أرملة ولا هي عندها أولوية لا ما فمش منها حسب التاريخ التقديم كيمة نسل كل معناها هذو كهم الأبناء الأصول الأيتام لا ما فمش حاجة اللي في النص يعني موز ساعة الظروف الاجتماعية تخلي الملف يقبل قبل غيره لا لا مش قبل غيره أم مثلا إذا كان الولي ولا الأولياء سنتين توفاه يقعد ديما الملف هذيك تابع العائلة هذيك معناها مش معناها يلغى الملف فهمت يقعد لسويتم تهو اي واللي ما يكونش عنده نصيب في الدفعة هذي يكون نصيبه في دفعة قادمة موجود هذا يحط مثلا لأنه الطلب منتاع العدد اللي حبوا ياخذوا سكن أكثر من الموجود بالطبع أكثر أكثر مشروع مشروع في النسبة معناها متقدمة في الأشغال فيه 159 بالنسبة 1409 هذو مجهزين قديش عنا في القائمة 993 الباقي كل مساكن شغرة عليش على خطر ما فهمش قائمة انتظار في أريانا بيكل آلاف قد نمو في الترشوحات متاحهم وبقات بعض المساكن عنا 575 توا شغرة وصار طلب إعادة فتح طلب الترشوحات من 14 أكتوبر إلى 12 نوفمبر وهذا فرصة على الأقل معناها نجم وزيد نزيد ونقول للعباد اليوم في معتمد أريانا بيانسور يمشي في ولاية أريانا سمحني كل واحد يمشي التحق بالمعتم ويقول إذا كانت توفر فيه الزو شروط القصائية يعني أقل من بالنسبة لدخل العائلة الزو أفراد من العائلة ولا يمتلك عقار موارد السكان سيدة سوندس أنت بهذا تعطي أمل البرشة ناس اللي هما مستحقين أو بانتظار أنهم يتسلموا مفاتيح بقي أن أنهم ضروري يعدوا ملفاتهم تكون كاملة الشروط حتى في زغوين سلمنا في فيفري الفين واربع عشر كيف كيف قعدوا أربعين مسكن فيرخ زد شغر تم فتح الترشحات ببترشحات وتو في الفرز معنا متع الملفات إذن قدتلي في القيروان نابل أو زغوان في برشة بلايسة مفاتيحة الأولوية من الولايات حسب الإحصائيات بنصور خطر عام الإحصائيات صغت ما معنا سويفان كل دماغ تتفصون عنا احنا مرحلة ثانية توق مش نتلقوا فيها معنقها دونك نقرأ وحسب الولايات اللي ما بنصور اللي ما لم ينالها التوسيع مثلا إذا كان فما بنصور طلب عقار وطلب والعقار زيدا شنية الولايات هذه ثلاثة فما توزر وقبل وفتغزيم يعني الولايات في الجنوب وبنزار وبنزار طاب في الشمال نعم وهذه الولايات مهيئنلها مشاريع بالتأكيد يعني مساكن برمجة باش تعطى في المستقبل نتصور احنا توا في تور برمجة عنا مرحلة ثانية فيها خمساليف مسكن منزلنا منطلقنش فيها معنى في النظر في العقارات وكل إذا كان فما متوفر في الجهة يبدأ عقار متوفر وبنزور مسوي وضعيته العقارية مسويت ما نقعدوش خاطر وضعيات غير مسويت ولي مشكل دونك وقتا نبرمجوه بمعنى لملاي في المرحلة ثانية إن شاء الله سيدة سيدة سون سيدة سون سيدة سون ناديما نأكد الحكاية المحسوبية لأنه تصير مشاكله تصير ولكن إن شاء الله تتم بالشفافية اللازمة على ما نرى أنا لا منشكوش في هذا معناه أكد لك في الجهات الكل يخدموا بكل جدية بالحق وعاديين الموضوع معناها أولوية أولوية قصوى قصوى بالحق ويثبتوا وإن شاء الله اللي ما يجب القائمة ويسرع فيها ويجيبها وبتأكيد لما مرأة وراشل يكون في حاجة وتسلم مفتاح هذاك حاجة تعطيه أمل بالحياة الجميلة تخليه ينظر إلى المستقبل ومستقبل أبناءه باش يعيشوا في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مريحة يعني صحيح هي فرحة كبيرة معناها أما أحنا نأكده زيدة فما حاجة اللي هو كراء مملك دونك يجب كل شهر يخلصوا حسب الصنف بنسو خاطر ما هوش فرد تغيف معناه أنت والصنف استرجاع الأموال دونك يتجو في القبضات نتوقف بعض الشي وأعود إليك سيدة سندس إشهار مع إتصالة تونس ومن 2009 الكونيكسيون تخيو دي بي جبناها كل حاجة صعيبة نجمناها كل اثنية جديدة أحنا ليحلينها وبالفيبغتاتي هنسينا كل شي للأقوى للأكبر للأسرع في ديارنا وشركاتنا دخلنا لتخيو دي بي باش نهزوا الفرجة الأقوى كريتي والجلمينغ الماخير والخدمة المأسهل فيبغتاتي أكبر وأسرع وأقوى شبكة في تونس إشهار إذن من التحق بنا الآن في الاستماع إلى برنامج يوم سعيد عبر منشاة الإذاعة الوطنية التونسية ضيفة فيلسودو السيدة سندس الباجي كريم المديرة العامة لوحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان نتحدث عن المشاريع والبرامج اللي معناها قيدة الإنجاز والمفاتيح التي أعطيت والمفاتيح التي ستعطى لبرشة ناس مستحقين هذه المساكن وضروري سيدة سندس أن الأهالي هذو ما الناس اللي تسلموا المفاتيح والمساكن يلتزموا بوقت معين بشي يخلصوا بشوية هكا هو كل واحد في العقد عقد الكرام المملك يلقى من التالي فما أنتبلو جدو الكامل إشيانسي يبدأ من الشهر اللي يبدأ يخلص فيه لذلك يجب أن يلتزم لكي يصير الاسترجاع له المساكن غير مجانية أما حسب الظروف بالأصناف المواطنين إن شاء الله لا تكونوا صارمين برشة هكا لا لأنها خطر فما هي الدولة تساهم حسب الكاتيجورية حسب الصنف حسب الصنف المنتفع لذلك لدينا أقل من سميق من شهر الأذنى المضمون مرة واحدة أقل لذلك عنده 50% من حتى الدولة أي نعم يعني مساهمة الدولة به هنا 50% في أقل في الصنف واحد اللي هو أقل مسميق بالنسبة لل الصناف اللي بعد يبدأ أقل منحة الدولة تنقص أما يتسمى معناها باللي بيش يكون سي فما التعاون برشا المواطن أكيد أكيد وطبيعي أنه كما قلنا المواطنين يلتزموا بالوقت كذلك يعني بالدفع وفما أجال معينة حتى يستكمل بقية ما هو مطلوب منه ول معناها أنت مثلا السنف اللي أقل مسميق على 25 سنة بالنسبة ما بين السنف 23 20 سنة وسن 23 15 سنة يكون الدفع مريح 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 بالنسبة حتى للأسعار اللي هم بتاع الكراء اللي نشوف فيهم وكل معناها وأبخطوه بش يخلصوه في ملكه يريد يتقدموا بعض الأغنياء أو بعض رجال الأعمال هك أو يعملوا حركة نبيلة ويعاونوا بعض الناس بش يخلصوهم قسط من الدفعات اللي يزمو يدفعوها فما موجود يعني فما أغنياء عنده برشة فلوس أي فما جيت حالات يقول لك معناها بش يحلص أما شنو يزم يعرف المنتفع اللي هو راه ما ينجمش يتصرف كل حقار لبعد عشر سنين معنا تفويت فيه ما يصير لا يكريه لا يبيعه لا حد شي حتى كان خلص واخذاء لسه كان يسكن فيه هذا شرط من شروط العقد يعني مش معقول أنك تستجدي أو تجيك هكا حركة باهية من راجل اللبس عليه هكا من أبناء الخير وانتي تمشي تكريه ولا تعمل فيه حاجة هو شرط موجود في العقد تقريبا تكريف العقار أو المسكن قداش تقريب حسب الأصناف هو احنا عنا زوز أنواع من المسكن فما 75 متر مربع فيهم غرفتين وصالون معناها وبيت حمام ومطبخ وفما 50 متر مربع غرفة وصالون و احنا تقول مشاريع خطر تختلف رو من ولاية الولاية دجا الأسعار مهي شي يبيدها فما الأغلبية متع العقارات يكونوا بالدينار رمضي معنى ما عنيش مشكلة مفما لي تشري المبلغ ببخي بين وبي موين في 80 85 ألف دينار للمسكن حتى يوصل لساعات 50 ألف دينار كما تعرف سيدة سندس العقارات غلات برشا أنا ولمس برك كنت في هكا جولة في شط مريم وهرق وشفت برشا مشاريع بناءات جديدة مقاولين وشفت بعض المساكن وشقق خمسمائة ألف دينار وستمائة ألف دينار شفم العقار يسر غلية في تونس يلزم وحتى فم بعض الرياضيين معروفين قاعدين يشريوا في العقارات على بعض هو اليوم العالمي الإسكين بش قولك في وزارة التجيز الإسكين دون بتاورو في بش يستفتح اليوم الرياضيين لا يستفتح على العقارات وعلى السكن في تونس إن شاء الله أصحاب العقارات يرفقوا بالمواطنين حتى على مستوى الكراه يعني برشة كروات غلات يعني ما تستحقش تم كروات تم بورتمانات هنا في اللفايات معناها اللي أنا كريت بمئتين وستين دينار من عشرين سناء أو لا أكثر شوية توا بالملايين معناها أي الأسعار يجب يتوحدوا شوية زادة معناه يجب الدولة تتدخل وتوراق وي مش كما الخضارة قاعدين يزيدوا على كيفهم يجب شوية نظام والقاوي زادة شكرا سيدة سندس الباجي كريم المديرة العامة لوحدة نجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والاسكان ويومك سعيد يعيشك يومك سعيد شكرا شكرا